النهاردة لو جالك ملاك النهاردة وقالك النهاردة ده آخر يوم في حياتك تعمل ايه؟ هل الخطيئة بتتمسح من الاعتراف مع الاب الكهن فقط ولا ربنا بيمسح الخطيئة من الصلاة والاعتراف بيها مع النفس بيضمون اقب كهن عادي يا ابونا الكهن ده عامل زي عارفين اللي بيسموهم car dealer اللي هو توكيل التوكيل فهو ربنا حتى مكتوب في الكتاب مقدس عن خدام ربنا الكهنة وكلاء أسرار الله فهو وكيل السر فوكالة السر ده معناه ايه؟ هو بينفذ إرادة ربنا فأنت اه بتعترف عندي ربنا قدام الكهن وربنا بيحلك ويغفر لك خطيئتك من فم الكهن فالكهن هو مش حتى وسيط هو وكيل والوكيل ده ربنا تكلم عليه كتير قوي اللي اديه وكالة ويسأله عليها هو ما بيعملش حاجة غير انه بيوصل لك مغفرت ربنا وانت تعترف عندي ربنا قدام الكهنة علشان ربنا يغفر لك خطيئتك اه محتاج كهن ايوان لان ربنا قال اعترفوا بعضكم على بعض يعني بعضكم على بعض بنا قادمين على بعض انا قادمين ما قالش اعترفوا عندي بس اه اعترف للرب خطيئتي ده صحيح بس اعترفوا بعضكم على بعض ولما انا اقول عالجوا بعضكم بعضا مش هتروح تروح عند ميكانيكي يعالجك يعني هتروح عند الدكتور لان ده تخصصه لما ربنا قال اعترفوا بعضكم على بعض هتروح عند مين عن واحد متخصص في سامع الخطيئة ومغفرتها اللي هو ايه الكهن انا بصلي واصوم وبحاول اعمل كل حاجة افرح بيه قلب ربنا بس عندي احساس دايما اني مش هدخل السامع وخايفة اكون زي الفريسي وانا فاكرة نفسي في الطريق الصح حاولي او حاول تخليك بسيط البساطة حلوة النهاردة لو جالك ملاك النهاردة وقالك النهاردة ده اخر يوم في حياتك هتعمل ايه هتحاول تردي ربنا هتصلي اه وتصوم اه وتعايت لربنا في السلام وتقوله تب اخدم ولادك يا رب هروح ادور على واحد مسكين اخدمه ولا واحد عيان اخدمه انا نفسي اخدمك يا رب وفرح علمك اصلي النهاردة اخر يوم في حياتي لو انا بعمل كده كل يوم وبروح اعترف واتناول وكله تمام انا كده كويس انا هو ربنا عاوز مني ايه تفاكر ربنا عاوز منك هيكتب لك لستة ويقول لك تشيك لست اه انت عملت دي وما عملتش دي ربنا عاوز قلب ناقي قلبه بسيط يا ابني اديني قلبك ما قالش اديني اي حاجة تانية وانت لما تديني قلبك هتلاقي نفسك بتتكلم صح وبتفكر صح وبتزبط وقتك صح لحساب ربنا كل حاجة تبقى صح فانت في بساطة كده ادي ربنا قلبك ولدام انت بتصلي وبتصوم وبتعترف وتتناول افرح بيسوع اه واكتب المقدس بالذات خليه فرح دائم كل يوم عيش معاك كأنك في السماء لان احنا مش مستنيين لما نطلع للسماء وما تقولش انا خايف ما اخش السماء اه ما اعتقدش ان ربنا يعني ممكن يبقى بالقساوة دي واحد طلبه ويسيبه ده بيبقى الاب قاية اللي ابنه حبيبي ما تلعبش ناحية الحتة دي لان فيها طينة والوادي يجري وينزل في الطينة ويقع على وشه ويبتدي عيط ابوه ينسى كل حاجة ويجري يحضنه بطينه ويقعد ينظف فيه علشان بيحبه ويقوله حبيبي انا قلتلك ليه عملت كده يعني انت ولا انت بتقعد تصلي وتصوم وتقعد ربنا بأمانة وتحاول تعيش اليوم في مسارة ربنا وما خفته ويجي في الاخر ربنا ما دخلكش السماء ازاي لا طبعا نتطمن احنا هننخل السماء بدم يسوع المسيح الذي طهر من كل خطيئة انا سمعت رد عن موضوع الاعتراف انه لازم يتم مع كاهن كوكيل للرب يسوع وانا اعلم كل هذا وانا اعلم ان يسوع كل الرسل او الكاهنة واعلم جميع الشواهد لكن بعض الاباء يقولون ان ربنا لا يوافق ان تعترف له مباشرة ربنا فقد القدرة على المغفرة علشان اعطى الرسل هذا السلطان ولو انا اعطيت توكيل عام عن تصرف جميع ممتلكاتي ده يسلب مني الحق اني اتصرف عن نفسي واليثبات ان رب يمكن ان يقبل طوبة بدون اعتراف امام كاهن قصة القديسة بائيسة المذكورة في السنكسرة التي انتقلت قبل ما تعترف قبل ما يقرأ لها التحليل لدرجة ان منقذها ما كانش عارف الى اين تذهب واما مصرها لانها لم تعترف ولا ما يقرأ لها التحليل ولكن ربنا اظهر له ان توبتها كانت صادقة وقبلت من رب يسوع بدون اي وكيل فهل فعلا ربنا لا يقبل اعتراف وتوبة الفرد الا من خلال الاعتراف لكاهن ولماذا قبل توبت بائيسة شوف حبيبي ما فيش حد بيقول انك متعترفش على ربنا ما فيش بعانيه ادم بيقول كده خالص الاعتراف هو الاعتراف على ربنا ولو انت سمعت بعض حلقات قبل كده انا قلت الاعتراف ثلاث اجزاء اول حاجة اعتراف مني ربنا وده بيني وبين ربنا دايريكت وده ممكن يحصل كل يوم والتاني الجزء التاني الاعتراف على يد كاهن او شاهد اللي هو الكاهن وجزء التالت اللي هو الجهات ضد الخطية والاعتراف على ربنا ليل ونهار لغاية مرجع تاني اعترف على يد كاهن فمحدش بيقولك ما تعترفش على ربنا خالص لكن لما ربنا بيقول لنا رولز بنتبع رولز ما بنعودش نلغبط فيه صح؟ ولا ايه؟ مش انت بتحب يسوع انا حس انك بتحب يسوع قوت فكويس قوت هتلاقي في العهد القديم والعهد الجديد ربنا ادى سلطان للناس انهم يقبلوا الاعتراف هتلاقي في العهد القديم مثلا يشوع بيقول لعخان ابن كرمي تعالى يا ابني اعترف للرب واخبرني فانا لما بعترف عند ابونا بعترف للرب واخبر ابونا اعترف للرب واخبرني طب انا هعترف للرب ليه اخبرك لان انا وكيل اسرار الله وكان في العهد الجديد زي ما انت حافظ وانت بتقول انا اعرف كل الشواهد والايات ان بيعترفوا على الاباء الرسل قبل حتى المعمودية كانوا معترفين بخطاياهم فحلوة قوي لان ربنا ادى السلطان للناس دي فيعني ما شلهوش من نفسه ده هو هو الوحيد اللي بيغفر ابونا لا يستطيع ان يغفر خطيئة انت تعترف للرب في ودن الكهن والله يغفر لك خطيتك على لسان الكهن فالكهن مجرد اداة في ادين ربنا بيستعملها بشر لبشر زي ما بيقول في رسالة يهوزة ان بيقول ايه اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات بعضكم على بعض ازاي يعني اعترف على مين يعني على والدتي على والدي وعلى اخويا ولا على حد عنده سلطان عنده سلطان المغفرة طب حلوة خالد لما يقول عالجوا بعضكم بعضا هروح لمين مش هروح للميكانيكا هروح لدكتور لان ده الحتة بتاعته التخصص بتاعه يعني فانا شايف ان انت قريب قوي وانت حلو قوي وجميل وما عندكش اي مشكلة وقصة القديسة بقيسة هي اعترفت خلي بالك في بداية المقابلة بتاعتها مع القديس كانت اعترفت بخطاياها وعشان كده هو اللي خلى القديس يفكر في الموضوع ايه انها ما خدتش فترة للتوبة كبيرة يعني هي كانت عايشة في الخطية وماتت في السكة يعني وهي رايحة الصحرة او رايحة الدير فهي ما خدتش وقت لكن اللص اليمين ما خدش وقت اعترف على الصليب بيسوع المسيح واعترف انه خاطئ واعترف انه شرير وغفرت له خطيته ما كانش محتاج وقت ربنا لما ورى هذا القديس قداسة القديسة بقيسة كان بيقوله ايه اتطمن عليها انها اه برغم انها ما ما تابتش كتير قوي وعاشت في حياة التوبة كتير لكن قبلت توبتها فورا بمجرد انها اعترفت ف حتة ان انا اعترف على الكاهن يعني انت عارف دلوقتي الناس كلها بتروح لحاجة اسمها كاونسلر او مرشد او حاجة كده يعني اللي هما بيتكلموهم يعني الحاجات النفسية دي فالكاونسلر ده انا بروح له وبعد معاه اعترف له بكل حاجة لانه هو عشان زي السايكايترس واحد دكتور نفسيني هيعالجك ازاي بتبدل تقوله كل حاجة عندك الوحش والحلو والوحش قبل الحلو علشان يقدر يعالجك تم ابونا مرشد روحي يعني هو كاونسلر بس روحي بقى لما بتقوله الخطايا بتاعتك هو بيعالج معاك الخطايا بيقولك تعمل فيها ايه ازاي الكسارسايز الروحية اللي تقدر تعملها تدريب الروحية وفي الاخر وده الاهم انه بيقولك مغفور لك خطاياك من فهم يا ربنا يسوع المسيح له المجد فانا مش شايف فيها بجديل صدقني هي حاجة بسيطة وعادية ومش محتاجة ان انت تفكر فيها كتير خالص لان انا شايف ان انت قلبك حلو و جميل وهي يعني ان انا اقعد مع ابونا واقوله كم خطير اللي عندي مش مش اخرت الدنيا يعني مش اخرتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد